الضردشات التي تأخذ المساحة الكبيرة على حسابك الخاص واتساب اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى هنا نقوم بالضغط على ثلاث نقاط في الأعلى ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على الإعدادات وبعدها سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات الخاصة بنا في هذه النافذة هنا نأتي إلى التخزين والبيانات بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة التخزين والبيانات نأتي إلى إدارة التخزين هنا ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى هذه النافذة وهنا سوف تجد الضردشات التي تستعمل حجم كبير في المساحات هنا في هذه الخانة وهنا يعني عدد المساحات التي تأخذها كل ضردشة هنا وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر